ماذا أكثر نوع مخدر ومنتشر في العراق؟ يعني نوع أكثر من غيره؟ نعم طبعا في القانون توجد عشر جداول أولا أربع جداول مواد مخدرة ثانا أربع جداول مؤثرات عقلية وجدوا للآخرين سلاف الكيميائي اللي نستطيع أن نقول هي المواد الأولية التي تصنع من هذه المواد ولكن أكثر المواد انتشارا ورغبتا لدى الشباب ليس فقط في العراق وفي العالم والوطن العربي هي المواد المنشطة للجهاز العصب المركزي عندنا مادة كريستال هذه من ضمن المواد المنشطة والخطورة أن الإدمان عليها سريع مرة أو مرتين مجرد حب التجربة حب الاستطلاع والفضول يتحول هذا الشاب من متعاطي إلى مدمن وعندنا حبوب الكبتاجون اللي كان يستخدمها الأرهاب وكان يستخدمها داعش أيضا هي من ضمن المواد المنشطة